في تعز أقام مجمع الكويت الأساسية الثانوي المعرض المتنقل للصور الفتوغرافية لمناصرة أطفال ونساء غزة ذلك برعاية من محافظة المحافظة نبيل شمسان ومكتب التربية والتعريم بالمحافظة إذن تفاصيل أكثر مشاهدين حول هذا المعرض وما سبقه من أنشطة متعددة تحمل ذات الهدف في المجمع تنظم إلينا الآن عبر الأقمار الصناعية الأستاذة نادا الشوافي وهي مديرة مجمع الكويت أهلا بك أستاذة نادا أهلا ومرحبا مرحبا فيك ستي إذن بداية ما هي تفاصيل هذه الأنشطة التي تقوم بها في مجمع الكويت في تعز لنصرة القضية الفلسطينية يعني بدأ من الحفل الكرنفالي واختتما بمعرض الصور الفتوغرافية تفاصيل هذه الأنشطة التي قام بها مجمع الكويت في تعز لنصرة القضية الفلسطينية أولا قام بالتوعية في الإذاعات المدرسية عن أهمية القضية الفلسطينية ثانيا قام بعمل الأطباق الخيرية بإشراك المعلمات والطالبات وأولياء الأمور ثالثا قام بجمع التبرعات بالتنسيق مع جمعية الأقصى حث ودفع أولياء الأمور والطالبات والمعلمات بالخروج للمسيرات المناصرة لغزة أخيرا هناك العرض الكرنفالي التي عرض في مجمع الكويت والذي تخلله الكثير من الأنشطة فتخللت هذه العروض الكرنفالية الرائعة المميزة مراحل عديدة المرحلة الأولى تناولت مراحل تطور المقاومة بدءا بالحجارة وانتهاءا بصواريخ الياسين وكانت عروضا رائعة ومميزة من بنات الطالبات ثانيا كانت هناك رسالة أطفال مجمع الكويت لأطفال غزة باللغتين العربية والإنجليزية ثالثا تنفيذ اسكتش حي يتحدث على الانتهاكات التي ارتكبها العدو الصهيوني بحق الأطفال والنساء أيضا قمنا بعروض ومشاهد حية تقسد الدمار وقصف المنازل والمستشفيات والمستشفيات كانت عروضا حية استطاع من خلالها الطالبات نقل المشاهد إلى أقواء غزة أيضا الرسومات الحية المباشرة للطالبات كما قام الطالبات كما انتقلنا إلى آخرها كانت انتقال إلى المعرض معرض الصور الفوتوغرافية التي لشهداء غزة لأطفال شهداء غزة الذين قتلوا بطائرات العدو ودباباته استطاع مجمع الكويت بفريقه الرائع نقل غزة بكل تفاصيلها وأحزانها ومآسئها إلى مجمع الكويت ما الهدف من إقامة هذه الأنشطة وما الرسالة التي أرادت إيصالها مجمع الكويت الهدف من إقامة هذه الأنشطة تعميق وترسيخ القضية الفلسطينية لدى الطالبات من خلال المشاركة في تفاصيل فقرات الأنشطة من بداية الاحتلال حتى أحداث غزة الأخيرة أيضا معرفة الكثير من القضايا معرفة الطالبة حتى تصبح الطالبة على دراية ومعرفة كبيرة بالقضية وهي في هذا العمر الرسالة التي أردنا إيصالها أن الشعب اليمني مهما بلغت آلامه وقراحه فهو مستعد للدفاع عن القضية الفلسطينية ولو بالكلمة ولو كان ذلك أضعف الإيمان نعم جميل يعني بوحدا من الخصالة الجميلة أنه الناس كلهم بيتكلموا الآن أنه ربما جيلنا جيل التسعينات ربما الثمانينات كانوا عارفين كثيرا عن القضية الفلسطينية بسبب اللحدات التي دارت خلال حياتنا بالنسبة للأطفال الآن من فترة ربما ما عندهمش أي معلومات أو فكرة عن القضية الفلسطينية وأهميتها فحب أسألك يعني ستندى كيف كان تفاعل الطلاب مع هذا النوع من الأنشطة ما هو الأثر الذي تسعون لتركه من خلال هذه الأنشطة لدى الأطفال كان تفاعلا غير متوقعا فقد أبدأنا استجابة عالية وتفاعل عالي من خلال المشاركة بالبحث عن الصور والتعبير بالرسم والمقالة والشعر والسكتشات التي استطاعوا من خلالها نقل غزة بمآسيها وأحزانها إلى مجمع الكويت حتى خرج كل زائر وكأنه في غزة حقيقة مما شاهد ورأى هنا أشكر طالباتي فقد كان لسان حالهم يقول ليتنا نستطيع تقديم الأكثر إذن أستاذ ندى أنت كمديرة مجمع الكويت برأيك ما أهمية إقامة مثل هذه الأنشطة في مختلف المدارس توحيد الصف والكلمة والهدف والرسالة في جميع مدارس المحافظة فمن منطلق هذه الأنشطة يتم بناء شخصيات القيل على نمط واحد من المسؤولية الوطنية من المسؤولية الوطنية والعربية وتحقيق التكامل الاجتماعي والسياسي بينهم والسماح للتنافس الكبير في تقديم أروع صفحات المشاركة للطالبات أيضا اكتشاف المواهب وتسخيرها في خدمة قضايا الأمة العربية والإسلامية إذن أستاذ ندى الشوافي وأنت مديرة مجمع الكويت كنت معنا إذن من تعز شكرا جزيلا لك ولكل الطالبات والطلاب اللي شاركوا والأساتذة اللي شاركوا معكم أيضا في التجهيز لهكذا فعاليات وأنشطة مناصرة للقضية الفلسطينية يعطيكم ألف عافية ستة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة